اشتركوا في القناة اولها جائزة افضل مشروع زراعي والتي تنقسم الى جائزة افضل مشروع منتج لمحاصيل زراعية قذائية كانت او تجميلية وجائزة افضل مشروع مساند للانتاج الزراعي اما المحور الثاني للجائزة فيتعلق بالمزارع البحريني حيث تمنح الجائزة لافضل مزارع بحريني لتميزه وتغديرا لجهوده واسهاماته في تنمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين وتم تخصيص المحور الثالث للجائزة لأفضل الدراسات والبحوث الزراعية وذلك بهدف توجيه بوصلة البحث العلمي نحو قضايا استدامة التنمية الزراعية والامن القذائي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مملكة البحرين اهتماما كبيرا لتحقيق الاستدامة ومواجهة التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به وتحرص على استكشاف قطاعات مستقبلية تحقق مساهمات عديلة للتنمية المستدامة من خلال تحديد السياسات والرؤى والاجراءات المناخية الاستباقية والتركيز على مرونة للتكيف مع متطلبات الاقتصاد الاخضر ويثبت ذلك مضيها قدما في اتباع السياسات والمبادرات الداعمة لتعزيز العمل المناخي ووضع الاستراتيجيات التي تهدف الى تعزيز الاستدامة البيئية وضمان مستقبل مزدهر ومستدامة بالاضافة الى بناء قدرات الحكومة الخضراء كونها فرصة يمكن من خلالها الاستثمار وتحقيق الحلول المبتكرة المستدامة وحول هذا الموضوع يسرنا ان تكون معنا عبر الهاتف الاستاذ سبيكا اسماعيل محل الأبحاث في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة مرحبا بك معنا في نشرة استدامة بداية لو تحدثين عن دور مملكة البحرين في اتباع السياسات والمبادرات الداعمة لتعزيز العمل المناخي طبعا مملكة البحرين تلعب دور فعال في دعم العمل المناخي وتعزيز السياسات والمبادرات المستدامة فهي تولي اهتمام كبير لقضايا التغير المناخي وتعمل على تطوير استراتيجيات وبرامج مخصصة لتعزيز الاستدامة البيئية وتماشيا مع المعضيات العلمية فان توجه المملكة يرتكز على عدة محاور متأثرة بالتغير المناخي كمورد المياه جودة الهواء ادارة المخلفات وايضا التناوع الحيوي كما ان المملكة حريصة جدا على المشاركة في مخصص المؤتمرات والاتفاقيات الدولية لمكافحة التغير المناخي وابرز هاتفاقية الامم المتحدة بشأن تغير المناخ نعم دعينا نتطرق الى ابرز مبادرات ومشاريع مملكة البحرين لدعم ازمة تغير المناخ المبادرات الوطنية لدعم ازمة تغير المناخ عديدة ومدشابة كذلك من ابرزها انشاء وحدة ادارة موارد المياه في وزارة النفط والبيئة والتي شهدنا تعاونها مع القطاع الاكاديمي في المملكة لدراسة اثار تغير المناخ على المياه بالاضافة الى دورها البارز في بناء القدرات في ادارة الموارد المائية المتكاملة لتعزيز الامكانيات الوطنية ويجب الاشارة ايضا الى الالتزامات الوطنية التي اعلن عنها سمو ولي العهد رئيس الوزراء لمكافحة تغير المناخ بطرق فعالة وهي الوصول الى الحياة الصفرية بحلول 2060 الحد من انبعاثات الغازات الدفئة بنسبة 30% بحلول 2035 وكذلك مضاعفة حصة الطاقة المتجددة في اطار الخطة الوطنية من 10% الى 20% بحلول 2035 نعم الاستاذة سبيك اسماعيل محل الأبحاث في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة شكرا جزيلا لك كشف تغير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس لسويسرية ان تغير المناخ يهدد حياة ما يصل الى 14 مليون و500 الف شخص في العقود المقبلة فضلا عن الامراض الخطيرة والارتفاع تكاليف انظمة الرعاية الصحية وبحسب التغير فان الفيضانات تشكل الخطر الاكبر يليها الجفاف وموجات الحرارة والعواصف الاستوائية وحرائق القابات وارتفاع منسوب مياه البحر حيث استند التقرير الى متوسط سيناريوهات ارتفاع درجات الحرارة بحلول عام 2100 الذي عدته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والذي يفترض ارتفاع متوسط درجة الحرارة بمقدار درجتين وسبعة اعشار الدرجة المئوية ووفقا للتقرير فان تغير المناخ قد يتسبب في وفاة ما يصل الى 14 مليون وخمسمائة الف شخص في جميع انحاء العالم في حلول عام 2050 وسيتعين على انظمة الرعاية الصحية ان تتحمل تكاليف اضافية لهذا الشأن توصل مجموعة من الباحثين الى الية جديدة يمكن من خلالها استخدام الواح الطاقة الشمسية في تغير المناخ وتحويل الصحراء الى منطقة خضراء مليئة بالاعشاب في هذه الدراسة الجديدة درس الباحثون التأثير الذي قد تحدثه مزارع الطاقة الشمسية التي تغير المناخ في اماكن اخرى من العالم وتوصلوا الى انهم يعلمون ان الطاقة الشمسية تتأثر بالظروف الجوية وان الانتاج يختلف باختلاف الايام والمواسم ويمكن للسحب والانطار والثلوج والضباب ان تمنع ضوء الشمس من الوصول الى الالواح الشمسية وفي يوم قائم يمكن ان ينخفض الانتاج بنسبة 75% في حين تنخفض كفاءتها ايضا في درجات الحرارة المرتفعة